أهلا بكم في ملف اليوم أعلن رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى اليوم الاثنين أن موازنة هذا العام المالي 2019 ستكون موازنة الأداء والبرامج ولن تسير على النمط التقليدي في وقت حذر فيه خبراء من تأخير إعلان المنشور الذي تكشف فيه الحكومة عن مواجهات الموازنة المقبلة وحذر الخبير الاقتصادي محمد الناير من تأخير إعلان مشور الموازنة الجديدة وإعادة تجربة موازنة العام 2018 التي أجيزت في وقت متأخر ولم تخضع للقراءة المتأنية في مراحل عرضها وقال إن التشكيل الوزاري لا علاقة له بتأخير إعلان المشور الذي تكشف فيه الحكومة عن مواجهات الموازنة القادمة إذن تنتظر الحكومة الجديدة ملفات اقتصادية معقدة تتطلب منها تقديم حلول ومعالجات جديدة وغير تقليدية تمكنها من التغلب على الإخفاقات التي صاحبت السياسات الاقتصادية في الفترات السابقة أعلنت الحكومة عن موازنة العام 2019 و2000 ستكون موازنة برامج وآداء أي التركيز على البرامج الحكومية وما تقوم به الحكومة من إنجاز للبرامج والمشاريع وليس على أساس ما يتم إنفاقه كما هو في موازنة البنود وهي رؤية نادى بها عدد كبير من خبراء الاقتصاد منذ إعداد مواجهة موازنة العام 2018 و2000 دون أن يجد استجابة واختها وتواجه موازنة البرامج العديدة من التحديات أبرزها مشكلة الحصول على التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية بجانب وجود اسم السودان ضمن الدول الرعية للإرهاب وارتفاع معدلات تضخم وانخفاض قيمة العمل الوطنية واستمرار دعم البواد البترولية وتدني صادرات غير البترولية واستمرار تهريب السناء الصادر هذه التحديات تدريكها الحكومة الجديدة وتسعى إلى تجاوزها من خلال برامج سريعة كان قد سماها الرئيس الوزراء ودات تكليفه بالصدمة والتي تتمحور حول معالجة الاختلافات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع التضخم وتراجع العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية أمر آخر يعزز توجه الحكومة وجديتها في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تطاولت على البلاد ذلك أن رئيس الوزراء أيضا طلب وزراءه في أول اجتماع للمجلس بتقديم ثلاث مشروعات في مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بجانب إصلاح الخدمة المدنية وكل هذه المجالات تعد عوامل حاسمة في نجاح الموازنة للوصول إلى غايتها وفق ما هو مخطط له إذن لمزيد من التوضيح أرحب بضيفي من الخرطوم سعادة السفير إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السابق سعادة السفير مرحبا بك في الحدث مرحبا بداية رئيس الوزراء وزير المالية وعد بإحداث علاج جذري لمشاكل الاقتصاد السوداني بدءا بالسيطرة تامة على التضخم وأيضا تذبذ بسعر صرف العملة الوطنية كيف سيمكن فعل ذلك ممكن طبعا لأن الاقتصاد السوداني اقتصاد موارد حقيقية إذا أحسن استغلاله وتوظيفه وحكمته تستطيع هذه الموارد أن تحل أزيمات السودان الاقتصادية طبعا من أهم الأشياء لكي نستطيع أن نحل مشاكل السوداني الاقتصادية لا بد أن تكون هناك إدارة رشيدة للمال العام بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك نقطة ارتكاز الآن واحدة من إشكاليات الميزانية السابقة أو الاقتصاد السوداني عموما هو تضارب جهات الاختصاص هناك رئاسة وهناك وزارة مالية وهناك بنك سودان وهناك خطاع اقتصادي وهناك مجلس وزراء وهناك أمن ومخابرات هناك مؤسسات أخرى كل هذه المؤسسات في بعض الأحيان تتقاطع فيما بينها يعني العامل الذي نحن فيه الآن كان هناك تعارض كبير جداً بين السياسة المالية التي قررتها وزارة المالية في الميزانية والتي أجازها المجلس الوطني وبين السياسات النقدية ولا يمكن أن أحقق سياسة مالية إذا كانت بمعزل عن السياسة النقدية كان هناك تعارض كبير جداً وكان هناك اختلاف وكانت السياسة المالية تتحدث عن بعض السياسات ولكن السياسة النقدية تتحدث عن سياسات مختلفة جداً بل تعلن عن إجراءات وسياسات متعارضة تماماً مع السياسات المالية هذه المسألة المسألة الأخرى التي كذلك يعني واحدة من مشاكل الاقتصاد السوداني هي حوكمة المال العام الآن المال العام لا يمكن أن نقول أن وزارة المالية هي تسيطر تماماً على المال العام مال العام الآن هناك جهات كثيرة إذن ما الذي يتغير سعدة السفير؟ يتغير أن نتبنى سياسات في الميزانية القادمة ونلتزم بهذه السياسات واحدة من المشاكل أن حتى السياسات التي تتبنىها في الميزانية السفيرة السابقة لم نلتزم بها لم نلتزم بها أنت لا يمكن أن تضع برنامج وتخالف هذا البرنامج أو تسير بطريقة قير الطريقة التي قررتها أنت في بداية العام هذه كلها تؤدي إلى نتائج سلبية نحن إصلاح الاقتصاد السوداني سهل إذا حدثت توجيه لموارد البلد كلها في اتجاهات محددة معينة أنا أنه أرى الميزانية القادمة لابد أن تتوجه نحو معالجة الفقر ونحو الشرائح الضعيفة لابد أن تتوجه نحو هذا لأن المجتمع السوداني الآن بالظروف الاقتصادية الحالية يعاني معاناة كبيرة جدا نسبة الفقر في السودان تتجاوز ستة وثلاثين فلابد أن تكون ميزانيتنا القادمة ذات وجه إنساني وإجتماعي يعني لا نحرص فقط على وصفات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو ما إليها من وصفات هناك يعني بإمكان الحكومة الحالية الجديدة وبإمكان رئيس الوزراء أن يسيروا في مسار سريع فاست تراك بسياسات وإجراءات محددة وتتحسن الأحوال إذا هم يلتزموا بهذه السياسات والإجراءات نعم سعدة السفير السيد موسى ذكر أن موازنة هذا العام ستكون موازنة الأداء والبرامج مما هو معلوم أن موازنة الأداء والبرامج تبدأ خصوصا من تحديد الأهداف العامة للعمل الحكومي وبعد ذلك تبدأ في وضع البرامج التي تحقق تلك الأهداف بطبيعة الحال ما هي أبرز الأهداف التي ينبغي على السيد موسى أو على الطاقم الحكومي عموما التركيز عليها ووضعها والصحابها وهم يضعون هذه الموازنة القادمة هذا توجه مهم جدا وأنا يعني وافق تماما أنه لا بد أن تكون الموازنة كليا هي موازنة وظيفية وموازنة موجهة نحو المشروعات المحددة ولا بد أن تكون هذه المشروعات كلها مشروعات تنموية نحن الآن نصرف صرف كبير جدا على مشروعات غير منتية أو غير انتاجية غير تنموية لا بد أن تتوجه كذلك الموازنة القادمة نحو التنمية ونحو الانتاج ولا بد أن تكون موازنة شاملة لكل الدولة الآن نحن نضع موازنة في المركز الليها في الحكومة الاتحادية غير مضمنة أو غير متضمنة لميزانيات الولايات فلكي نحدث أثرا أو نحدث نتيجة إيجابية في الميزانية القادمة لا بد أن تكون الميزانية ميزانية شاملة لكل أنشطة الدولة سواء كان على المستوى المركز الاتحادي أو مستوى الولايات وكما قلت نحوكم الموارد ونوجيها توجيه سليم توجيه نحو حل مشاكل المجتمع ونوجيها نحو الانتاج نعم من مطلوبات أيضا موازنة العام 2019 والتي أشرت لها في بداية حديثك سعادة السفير يعني ضرورة تفعيل الانتاج والانتاجية تفعيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات التي يمكن أن تدر للدولة أموال تساهم في حل حل تلك المشكلات وفي تخفيض التضخم بطبيعة الحال كيف يمكن لحكومة معتز موسى الآن أن توفق بين الاثنين بين عدم رفع الدعم عن أشياء أساسية وعدم ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم وأيضا دعم الشرايح الانتاجية أو القطاعات الانتاجية الهامة بالنسبة للدولة الآن طبعا رفع الدعم مسألة قير مطلوبة في الظروف الحالية التي يعاني فيها الشعب السوداني هي كالسياسة مستقبلية نعم يمكن أن تكون سياسة حكيمة ربما في مدى زمن معقول يرفع الدعم عن بقية الأشياء التي تدعم الحكومة لكن حاليا وفي موازنة العام القادم إن شاء الله ينبقي أن لا يرفع الدعم وليس هناك تعارض لأن الموارد الآن من غير التي ندعم بها موارد ضخمة وكبيرة ولكن كانت تبدد وتهدر في صرف دستوري أو صرف على مستويات الحكم المختلفة أو صرف سياسي أو صرف يعني قير مرشد هذه ينبغي علينا أن نتفاداها هل يمكن أن يتحقق هذا ترشيد الصرف الحكومي في موازنة القادمة؟ طبعا يمكن لماذا لا يمكن يعني إذا نحن الآن قررنا في الميزانية السابقة إنه المال العام تسيطر عليها وزارة المالية ما علينا إلا أن ننفذ هذا الإجراء يعني هناك مثلا الآن أربعمائة وثلاثين ولا أربعمائة واربعين شركة حكومية كما الذي يعلق منها أموال الخزينة العامة برأيك ما الذي يعقى التنفيذ معالي السفير؟ التضارب وعدم وجود الإرادة السياسية القوية المساندة وإنه بعض هذه الجهات التي تمتلك مالا عاما أو تدير مالا عاما يعني تشعر بنفسها أقوى من الوزارة المالية أو يمكن أن تتجاوز القانون وتتجاوز الجهات العامة لأن هناك بعض المؤسسات رصاميلة مئات الملايين من الدولارات ولا تورد للخزينة العامة مليما واحدا هناك بعض صناديقا نفع لاجتماعي الضخمة تمتلك أموال ضخمة والمالية ليس لها سيطرة عليها البتة هذا أمر لا يمكن أن يستقيه ولا يمكن أن تسير عليه دولة ماء لا بد أن يحوكم كل المال العام سواء كان عن مؤسسة أمنية ولا عسكرية ولا شركة خاصة ولا أقصد شركة عامة يعني كل هذا لا بد أن يحوكم الآن نحن عندنا كما قلت أكثر من أربعمية شركة حكومية لو سألنا وزارة المالية كم منها يورد للخزينة العامة لما تجاوز الذين يوردون أموالا للخزينة العامة من هذه الشركات أصابع اليد الواحدة هذا أمر لا يمكن أن يستقيم لا بد أن ننظر في هذه الشركات إما أن تقول والمؤسسات يعني فيها مصارف وفيها مصانع وفيها شركات وفيها تجارة وفيها بترول وفيها كهربة وفيها مختلف أنواع الأنشطة وزراعة ننظر فيها إذا هي ناجحة وبتربح تورد ما ناجحة خسرها لنا صفيها نبيعة نشوف لها طريقة أي طريقة من الطرق هذا غير الشركات طبعا الرمادي التي لا معروف موقفها هل هي شركة عامة أم هي شركة خاصة يعني في شركات كثيرة جدا نتحدث عنها الحوار الوطني حوالي 700 شركة ما معروف مصائر الأموال وما معروف كيف تدار هذه الأموال وما معروف أين تسهب هذه الأموال هذه الميزانية ميزانية العام 2018 تحديدا أتت مخيبة للأمال حتى كما ذكر السيد معتز موسى رئيس الوزراء ووزير المالية في ظل هذه الموازنة التي حملت كثيرا من الإخفاقات ألقت بظلال سالبة جدا على المشهد الاقتصاد ارتفع حجم التضخم كسابقة لأول مرة في تاريخ الاقتصاد السوداني الحديث تحديدا في ظل هذا الواقع السيء لهذه الموازنة وموازنة العام 2018 هل يمكن أن يكون الواقع مختلف في موازنة العام المقبل؟ نعم يمكن أن يكون الواقع مختلف لأن أصله أي أزم الأزمات أو أي مشكلة من مشكلات إذا تصاعدت وتفاقمت بتصل يعني مستوى محدد معين عند التقاطع معين لا بد أن ينعكس مسارة إذا كانت هي مرتفعة لا بد أن تنقفض الآن كل شيء يعني الفوضى التي حدثت في مسألة الأسعار في التضخم في سعر الصرف هذه مسألة لا يمكن أن تستمر بأي حال من الأعوال وأنا كما قلت أن موارد البلد بتهيئة وبتمكنة من أنها يعني تحقق ما تضع من أهداف للموازنة القادمة يعني إحنا الآن مثلا الدهب فقط لو تحدثنا عنه القرار في الموازنة العامة أنه الدهب كله يشتريه بنك السودان ويشتريه بسعر مجزي بنك السودان لم يشتري وحتى الذي اشتراه لم يدفع فيه سعر مجزي المعلن والمحسوب أنه والله نحن مثلا في النصف الأول من العام أنتجنا سبعين طن ودي تقريبا يعني خمسين بالمئة من الذي أنتجناه في النصف الأول نعم لأنه نحن من أنتجزي مئتين وخمسين طن تلتمية طن لكن المواقع اللي موجودة فيها وزارة المعادن وعملت رصد للذهاب فيها وكذا وهي مواقع محدودة السودان فيه أكثر من 800 مواقع عدن فيه دهب وزارة المعادن تقريبا موجودة في يمكن عشر هذه المواقع بالرغم من هذا الوجود المحدود هي رصدت أنه والله أنتجنا بالجرام أنتجنا سبعين طن كم اشترى بنك السودان بالرغم من أنه موجه أنه يحتكر تيارة الزهب وتصدير الزهب ويشتري كل الزهب المنتج بنك السودان لم يشتري غير 10% من هذه الكمية طيب إذا أنت بنك ما عندك دولارات والمورد الذي يمكن أن تأتي منه بالدولارة لم تسيطر عليه كيف يمكن أن تحل مشكلة البلد الآن القصة سهلة جدا إنه يشتروا يشتروا الذهب بالسعر المجزي أو يتركوا شراء الزهب للشركات الخاصة وللرجال الأعمال ويلزمون بأن حصيلة الصادر تأتي إلى بنك السودان وبنك السودان يشتري حصيلة الصادر بالسعر المجزي إذا نحن مثلا عندنا 250 طن في 40 ألف دولار دي لوحدها 10 مليار دولار يمكن أن تغطي كل منصرفات أو يعني واردات السودان طيب سعادة السفير يعني الأمر مهم جدا يتعلق بميزانية 2019 القادمة أشار إليه سيد محمد النائر الاقتصادي يعني تأخير إعلان منشور الموازنة الجديدة لمزيد من التشاور مع الأكاديميين وأنتم ظللتم وكثيرون ظلوا ينادوا بضرورة أن تقدم تلك الموازنات للإعلام أو حتى للمختصين فقط حتى كل يبدي برأيه حتى تخرج بثوب جيد يعني للناس وتقل فيها نسبة الخطأ تأخر إعلان هذا المشور حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله في هذه الموازنة والله نتمنى أن يسرعوا بهذا المشور ويسرعوا بنقاش الميزانية منذ هذه الوهلة لأنه مهم جدا الميزانية لكي تحقق أهدافه أن يتشاور حولها الناس لابد أن يكون هناك إجماع سياسي حولها إجماع فرائي العام حولها إجماع إعلامي حولها إجماع اقتصادي حولها إجماع مالي إجماع نقدي لابد أن تكون هناك مشاورات واسعة فيما يتعلق بهذه الميزانية حتى تكون هناك إرادة عامة قوية في اتجاه الإصلاح الاقتصادي نأمل أنه في الأيام القادمة ربما التغييرات ربما هذه تأخرت نوعا ما ولكن نأمل أنه في الأيام القادمة تصدر التوجيهات وتصدر الموجهات الأولية لأن هذه الموجهات التي تصدرها الجهات المختصة القرض منها أن تعمل تحفيز نعم تحفيز للاقتصاديين وللوزارات وللمسؤولين وللأحزاب وللرأي العام والخبراء وكلا للنقاش حول موجهات الموازنة القادمة السياسات التي ينبقي أن تطرح الموازنة القادمة الإجراءات التي ينبقي أن تسير عليها الموازنة العامة لأنه من أهم الأشياء أنه نحن نضع يعني مشروعات ونضع سياسات ونضع خطط ونضع برامج لكي من بعد نضع لها الموازنة التي يعني يمكن أن تحاققها أما أننا نتحدث عن أرقام الموازنية السابقة هذه من ناحية أرقام بالنسبة ليست فاشلة لأن الإرادات التي جاءت كانت معقولة جدا والمنصرفات كانت معقولة جدا يعني الدولة بالدولة وتسير الحكومة والفصل الأول وما إليها كلها مشت يعني بصورة ليست هناك فيها مشكلة مشكلة الأساسية كانت في الأشياء الكلية المهمة اللي هو سعر الصرف كان هناك انخفاض في الجنيه السوداني مستمر وغلاء الأسعار ودينها هم الأشياء بتهم المواطن السوداني المواطن السوداني لا يهموا انه كم جمعت lessons من أموال وكم صرفت وكم حققت من معدى النمو هذه كلها أرقام بيهتموا بالقاط الاقتصادية وايهتموا بالنسبة للتمواطن عايز ينرى السوداني في القفة بتاعته عايز ينرى ميزانية scientific عايز ينرى المواصلاته عايز ينرى في بيته عايزة شوفها في كهربته عايزة شوفها في إنتاجه هذه المسألة التي تهمه ولذا لا بد أن نناقش كل هذه المسائل منذ وقت مبكر عشان يحدث حولها إجماع لأنه مطلوب الآن كما قلت أنه كل المؤسسات وكل الراية العام وكل الشعب السوداني إذا نحن وضعنا هدف ما في الميزانية القادمة نسعى إليه جميعا ما نتعارض ولا نتقاطع ولا نتجاذب المسؤوليات وتضيع من ثم الأهداف الكلية التي ينبغي أن يسير عليها الاقتصاد السوداني شكرا جزيلا لك سعادة السفير إدريس سليمان وزير التعاون الدولي السابق كنت معي من الخرطوم شكرا جزيلا شكرا